ولكن في البداية تعالوا زي ما احنا متعودين نتعرف اكتر على اكتر خبر ثقافي بيهم الكراء والمثقفين في الفترة دي والخبر اللي معانا النهاردة الحقيقة هو اطلاق المجلس الاعلى للثقافة مسابقة تبسيط الملكية الفكرية للناش والشباب والمسابقة هتنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس لأفضل مصنف مبتكر مكتوب او مسموع او مرئي وبتهدف المسابقة دي لتعريف او شرح احد فروع الملكية الفكرية بشكل مبسط للفئات العمرية المستهدفة واخر موعد للتقديم للمسابقة هيكون يوم 31 ديسمبر 2022 ده كان الخبر اللي معانا النهاردة فيما يتعلق باهم خبر بيحصل في الوسط الثقافي